لنبقى حضراتكو لكم التحية نعرض عندنا أكتر من الموضوع وكمان عندنا في جزء تاني من الحلقة موضوع حنقشول يا حضراتكو جزء تاني من الحلقة حنتكلم عن تحديدا الملف السياسي في الحوار الوطني زيادة المساحات المشتركة هل دوارد في الحوار الوطني ولا لأ وحيتم ده ازاي لأنه سياسة اتجاهات ايدولوجيات الكل بيطالب بتحقيق مصالحه أو أهدافه الأحزاب اللي شاركت واللي حد شارك بنتكلم على هالممكن نصل لاتفاق سياسي اعتقد البعض بيقول صعب والبعض بيقول انه صعب ان احنا نصل لاتفاق سياسي لو في السياسة صعب ان انت تصل لاتفاق فعالأقل انا شخصين اتمنى ان ما يكونش فيه خصومة سياسية قموما حوار ومعلومات هنعرف كل التفاصيل في جزء تاني من الحلقة حيشرفني معانس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ هنتكلم على الحوار الوطني ان شاء الله في جزء تاني من الحلقة نهاردة كان فيه مباحثات ومؤتمر صحفي لرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليابان في غاية الاهمية سواء على المستوى السياسي او على حتى المستوى الاقتصادي تصرحات مهمة نهاردة حصلت مين الجانبين بس خليني لأن الحقيقة هو ده موقف مصر ودور مصر نهاردة سيادة الرئيس اكد على ضرورة الوقوف الفوري والدائم والشامل ان الحرب في السودان لابد انت توقف بتتكلم بشكل فوري ودائم وشامل يعني مش جزء محدد لا تكلم على الموقف كل ما يحدث في السودان ايه الاخبار ويهي اللي بيحصل لأنه الحقيقة انا شخصيا والله انا قلبي وعقلي مع الشعب السوداني الشقيق ربنا ينجي من اللي هم فيه تتكلم مشاكل في الغذاء ومشاكل في الدواء ومشاكل في الطاقة وحصلة فين حصلة فأرض الخير أرض السودان فالله مصلح حال الشعب السوداني يا رب ان شاء الله قليني نعرف التفاصيل تحليل الموقف شايفه لغاية ايه دلوقتي وشايف ايه اللي ممكن يحصل على مستوى القريب او على مستوى البعيد قليني اراحب السيدة الوزير محمد العربي مساء القيري فان اهلا مساء خير ازايك عبدالله اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك فان اهلا بيك سيدة الوزير النهاردة سيدة الرئيس طالب بضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لاطلاق النار بالسودان في المؤتمر الصحفي مع ضيفه النهاردة فيه رئيس وزراء اليابان اهلا بيك